ما ترشح حتى هذه اللحظة من البرنامج الحكومي للسيد علاوي أنه لم يستقر عند تاريخ محدد لإجراء الانتخابات وبالتالي وضع الكرة في ملعب المفوضية المستقلة للانتخابات هل ستكون هذه النقطة ضده في مجلس النواب؟ ولماذا جعل الأمور بيد المفوضية؟ أستاذ نجم أنا أشوف بالنسبة للمنهاج الحكومي اللي قدمه أستاذ محمد توفيق علاوي منهاج كبير وبيدي باجات إنشائية كثيرة وهذا المنهاج لا يقدم في حكومة إطفاء الحرائق نحن الآن أمام أزمات بعضهم يقول لها حكومة موقته بعض الآخر يريد حكومة تصريف بعض الآخر يجب لقتل المتظاهرين هكذا ظروف هكذا إمكانيات هذا المنهاج كبير جدا هذا رح يعطي نظرة عامة إلى مجلس النواب إن هذا الرجل جاي من أجل أربع سنوات وثلاث سنوات وبالتالي كان علي أن يختصر وعلي أن يعطي الحلول بالنسبة لحكومة موقتة نحن ما أدى بالقانون ولا بالدستور حكومة موقتة هذه واحدة ثانيا هو ليس من صلاحياته أن يحدد المدة بأنه يجب أن يتعهد تعهدا كاملا بأنه سوف يبدأ فعلا بالإعداد الانتخابات المبكرة لا سؤالي كان أكثر تحديدا سيد عدنان يمكن ما وصل لك السؤال في فقرة إجراء انتخابات مبكرة وتحديد موعدا لهذه الانتخابات السيد علاوي ترك الأمر بيد المفوضية المستقلة للانتخابات الجديدة هل هذا سيضرب علاوي في المصادق على كابنته ولماذا تركه للمفوضية لا هي المفوضية هذا القانون يعني هو ليس من صلاحياتي تحديد مدة المفوضية عندها مشكلتين ساد نجم راح تواجه سيد محمد توفيق علاوي في علاقته في قضية الحكومة أو انتخابات المبكرة قضيتين نعم قضية المفوضية وقانون الانتخابات الذي لن يجلس لحد الآن هاي وحده والعمال الفنية اللي راح تقوم بيها في حصر 80 حلقة جديدة أو 80 دائرة جديدة هذا عمل جديد والشيء الثاني المحكمة الاتحادية تدري المجلس القضاء وأوقف عمل المحكمة الاتحادية بسبب تقاعد أحد أعضائها وهذه مشكلة هذه أيضا مثل حل داخل مجلس النواب في قضية المحكمة الاتحادية اللي هي تضطي الصفة الشرعية للمنتخبين فبالتالي أيضا عدنا أزمة جديدة راح تواجه سيد محمد توفيق علاوي في قانون الانتخابات وفي المفوضية وفي المحكمة الاتحادية وهذه هي من صلاحياتهم هم في تحديد المدة وفي أقرارها وفي تشريحها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر